لكن لو عايزين نعمل مقارنة مع المنافس كل يوم يطلع يتهم الحكام ويهاجم كلاتنبرج ويهين الحكام وما فيش أي مسؤول بياخد أي قرار أو بيكون لي رد فعل كأن الصوت العالي بيخوفه الوضع في النادي الأهلي مختلف تماما لأن النادي الأهلي دايما بيتعامل بمبادئه بمبادئ النادي اللي كانت راسخة وسط ظل لغاية لما يعني إيه اللي يحصل هتستمر هذه المبادئ راسخة على مدى التاريخ طب ليه الأهلي قدم شكوى النهاردة هقول لكم بالتواريخ ليه النادي الأهلي النهاردة تحديدا قدم شكوى لأنه مثلا أنا متعود أن أنا وليكم بالصور ده الأسبوع الخامس مباراة الأهلي وطلق على الجيش كابتن محمد عادل وكابتن واقل فرحان حكم الفار في الديئة ستين احتسابا ركلت جزاء صحيحة لصالح برونوسافيو أمام حضراتكم نتيجة مخلفة واضحة واضحة مصر كل أشي فتح من حارس المرمى ولكن هنا مش خطأ ولكن كابتن واقل فرحان معرفش اعتبروه خطأ ما تعتبروش خطأ لكن تدخل من الفار في غير محله يعني هي ضرب الجزاء واضحة وصريحة والناس كلها قالت كابتن واقل فرحان استدعى الحكم ليغير قرار ركلة الجزاء وتدخل غير مبرر من الفار بصوا بقى حركة كابتن محمد عادل بص بص ارجع تاني لا 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 هي دي تتسابع سمير ارجعها لي حبيبي دي ما تتسابش الحكم بيذهب ويشاهد بس الله بص كابتن محمد عادل اللي هو كابتن محمد عادل معروف كابتن محمد عادل حضرتك بيقوله يعني هو انت بتورطني ولا انت بتعمل ايه ولا انت بتحطني الرجل نفسه بص كمل هي مش محتاجة فيه دربتين جزاء على الاقل من التلاتة هو بيقوله هنا واضحة الحكم كابتن محمد عادل بيذهب ويشاهد كمل لا كملها بالسرعة العادية بص بيقول له ابنة عايز تتبسني عم واقل عايز تتبسني هنا ويشاهد ويعود ويحتسب ركلة الجزاء الاسبوع السادس يعني الاسبوع السادس في مباراة المحلة والاهلي مش عارف اقول له حضرتك ايه الكرة بتاعت اكرم توفيق اللي مصر كلها برضو اتكلمت عنها كابتن محمد الحنفي وكابتن محمود باسيوني حكم البورف ديها 57 يعني كلنا عارفين اللقطة اللي هو اكرم ويقع والرجل الافريقي داس على رجله او داس على جسمه استخدمه في الديها 57 تم استخدام قوة زايدة على ساق اكرم توفيق تستحق الترد والحكم الرئيسي والفار لم يتدخلاه والرهالي يا سمير والرهالي حتى لو صورة مش مهمة اه اه مصر كلها اتكلمت عنها الكرة دي خلاص والفار هنا لم يطالب الحكم في المطش اللي قابله ركل الجزاء للنادي الاهلي تعال يا عم محمد عادل تعال لي بسرعة لكن في الكرة دي ترنش ولا كإن في حاجة طيب ينجح الكابتن في هذه المباراة وعدت خلينا نروح للأسبوع الرابع مباراة الاهلي والاتحاد السكنداري الحكم كابتن محمود البنة والفارك على فكرة مرة تانية هنا بقول على الرغم من أننا حنتقد كابتن محمود البنة ولكن كابتن محمود البنة من الحكام الجيدين جدا بالمناسبة برضو عشان نبقى معروف الفار كابتن محمد أحمد عباس تم احتساب ركلتين جزاء على النادي الاهلي في الدقيقة 42 الشوط الأول و46 من الشوط التاني لم يتعرض لم يتعرض أي لاعب من اللاعبين أو احنا حتى هنا لم يتعرض أي لاعب من اللاعبين أو أي حد من الجهاز للكابتن محمود البنة لأن الأهلي بيدور على حقه وهنا ركلتين جزاء لنادي الاتحاد السكنداري وطحين وضوح الشمس وطحين وضوح الشمس فمش هنقدر نتكلم هنا والنادي الأهلي كسب هذه المباراة بالمناسبة 3-0 ولكن زي ما بقول لحضراتكم حكام أو كابتن محمود هنا ما فيه انتقاد ولكن كابتن محمود هنا قام بدوره بعدالة تحكيمية للنادي الأهلي ولنادي الاتحاد السكنداري وهنا لم يتدخل النادي الأهلي في أي أمر أو لعبت النادي الأهلي ولا الإداري طيب مباراة الإسبوع السابع الأهلي وفيوتشر كابتن أمين عمر والفار كابتن سيد شعبان حيث حضراتكم تتفرجوا على الحالة دي أنا على قد ما أقدر بسرعة جبت لحضراتكم الكلام ده بصوا حضرتك هادي واحد دي ركل الجزاء واضحة وهي هادي اتنين دربتين في ثانية ركلتين جزاء في نفس الديئة في الديئة 59 هتالي تاني يا سمية هتالي تاني يا حبيبي اهو هبصوا حضرتك اتلعب الكرة وخش يلا لم يتم احتساب ركل الجزاء العلي معلول ده حتى الفرما استدعاش الحكم عشان يشوفها طب يا أخي مش عارف اسمها ادرقا للرماد معرفش بيقولها ازاي طب اللغة العربية يعني علشان حتى تقول اهو بصوا حضرتك الكرة تلعبت وعلي معلول لحي الكرة ولم يتم احتساب شادي حسين ولم يتم احتساب ركلة الجزاء انتهت هذه المباراة فيوتشر وتعادل مع النادي الاهلي هذه نقطتين الاسبوع العشر سيراميجا كولوباترا والنادي الاهلي كابتن ابراهيم النور الدين حكما رئيسيا وكابتن خالد الغندور حكم فار وركل الجزاء الصحيحة لعلي معلول في دقيقة 92 لم تحتسب ولا من الحكم الرئيسي ولا من حكم الفار ولم يتم استدعاء الحكم او لم يتم استدعاء الحكم في هذه المكورة ورهيال يا سمير لو سمحت اهو كابتن ابراهيم فكر ان علي معلول بيمثل ولكن عشان هو يعني ما عندوش او عندو شك شوية اهي بص حضرتك بص رجله من تحت وادي من فوق لم يتم احتساب ركلة الجزاء في دقيقة 92 وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي ما بين الفريقين واحد واحد وفقد النادي الاهلي نقطتين يعني ضرب الجزاء في دقيقة 92 وهي ضرب الجزاء مؤثرة على نتيجة المباراة انا معرفش ضرب الجزاء دي كان لو تحسب تتيجي ولا مجيش ولكن زي ما قلت لحضراتكم احسب لي اديني العدالة وبعد كده عمل اللي انت عايز والاسبوع ال 12 هنرجع مرة اخرى للتدخل الغير مبرر من الفار الاسبوع ال 12 امبي والاهلي كابتن محمود البنة والفار كابتن واقل فرحان تدخل غير مبرر من حكم الفار مرة تانية اهو خلي بالك نفس الاسماء نفس الاسماء كابتن واقل فرحان بيتدخل اخته لتدخل غير مبرر وراك للجزاء لي صالح من للصالح نادي أمبي كابتن وقال فرحان دايما بيتدخل زي ما حضراتكم شايفين هي جاتفئ دي فعلا ولكن الكرة اللي قبلها في مباراة في مباراة أخرى لم يتم احتسابها وما تكلمناش عليها ودي ايه في نتاق جسمه جنب جسمه وانا كابتن محمود البنة برضو كان ناقص يقول الكابتن وقال فرحان ايه يعني برضو عم انت بتدبسني وكابتن برجع على هذه الكرة وقال انها ليست ركل الجزاء في الفيديو اللي بينشره على صفحة اللي بيدير قناة الاهلي في الفيديو اللي بينشره على صفحة القناة صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم الاسبوع التلات عشر احنا بنهد مع بعض خلي بالحضراتكم ده الكلام ده جي في دماغي من ساعتين قلت لهم بسرعة طلعوا لي اللقطات دي برجعوا لكابتن ناصر عباس وطلعوا لنا اللقطات دي الاسبوع التلات عشر الاهلي والمصري كابتن وليد عبد الرازق حدث بأزة ولا حرج يعني زي ما انت عايز تقول قول كابتن وليد عبد الرازق حكم مباراة كابتن عبد العزيز السيد حكم فار ركل الجزاء صحيح لصالح النادي الاهلي اهو اي افشة افشة خد وخد 12 غرزة جوة و12 غرزة بره 24 غرزة تقريبا ما بين دخلي وخارجي لم يتم احتساب ركل الجزاء ولا اي شيء وكأن الدم اللي حضراتكو شايفينه ده ميكروكروم طيب في الدياعة عشرين اي شيء ركل الجزاء واضحة في الدياعة عشرين كرة محمد شريف هي ليست ركل الجزاء ولكن هي خارج منطقة الجزاء بصوا حضرتك مدافع المصري داس على رجل محمد شريف تستحق بره منطقة الجزاء بره منطقة الجزاء والحكم امام اللعبة مباشرة تانا هي يا فندب هل اقدر اقول او اوري حضرتكم اكتر من كده هل ينفع اوري حضرتك اكتر من كده اين حكم الفار في هذه المباراة بلاش حكم الفار لا 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 ارجع لي ارجع هالي هو كابتن وليد انت كل ده هو مش شايف يا كابتن وليد ولا ايه اهي يا كابتن اهي هو حضرتك شفت محمود متولي بس وما شفتش اللعبة دي ده حضرتك واقف قدام اللعبة يا كابتن وعلى فكرة كان ممكن تتسبب في كارسل لو كملت الكرة الاخيرها كان ممكن تخش جول في النادي الاهلي بطاقة حمراء لم تحتسب والفار لم يستدعي الحكم ايضا في هذه المباراة لم يتم احتساب الوقت بدل الضائع وانذار غير صحيح لكابتن محمود متولي والكابتن سيد عبد الحفيص زي ما حضرتكو شايفين اهو انا بتكلم مع حمدي فتحي فيعني يا جعم حمدي دخل محمود متولي هو مين فيه مين فيه كله اخد انذار عشان مش حين عمضش زي مالك فانا وقت بتكلم مع حمدي فتحي كده كده هو او لا انا اسف وقت بتكلم مع حمدي فتحي كده صح لقى محمود متولي جاي من هنا ولقى احمد عبدالقادر جاي من هنا ووريتكم بارح في منشستر يونيتو منشستر سيتي ايه اللي بيحصل اما الحكم عمل ايه ام ساب حمدي فتحي وساب احمد عبدالقادر وتعلالي عم محمد او عم محمود يا متولي وده له كارت اصفر تعيين غير الكرام اللي حضراتكم بقى سمعتوه في ملك وكتابة من شوي فيما يخص كابتن وليد عبدالرازق تعيين غير موفق من لجنة الحكام بتعيين كابتن وليد عبدالرازق في المباراة نتيجة عدم وجود خبرة اول مرة يدير مباراة للاهلي ما يعرفش يتعامل او كيفية التعامل مع لعبة نادي الآلي ولعبة نادي الزمالك ولعبة نادي لعبة الدوري المصري كله